وينضم إلينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان مصطفى ليلة ليلاء في بغداد كما وصفها المحتجون جسر السينك وساحة الخلاني كيف يبدوان الآن؟ نعم زميلي الآن الأوضاع في ساحة الخلاني هادئة بشكل كبير حتى في جسر السينك بعد أن سيطر متظاهرون على ساحة الخلاني وانسحفت قوات الأمن العراقية ومكافحة الشغب إلى جسر السينك الذي تتمركز فيه الآن وتسيطر عليه بشكل كامل المناطق القريبة من ساحة الخلاني سواء التي كانت باتجاه ساحة التحرير أو التي تتجه أيضا باتجاه شارع الجمهورية تشهد هدوءا كبيرا الآن في هذه اللحظة بعض المتظاهرين يحاولون التقدم على جسر السينك ترود عليهم قوات الأمن العراقية بإطلاق قنابل الغاز المسيلة بشكل متقطع في هذه المنطقة في ساحة التحرير الأعداد لا تزال في تزايد والوضع هادئ بشكل كبير في ساحة التحرير وعلى جسر الجمهورية القريب جدا من ساحة التحرير إذا سمحت لي أن أطلعك على ما يحدث في محافظة البصرة البصرة ليلة أمس كان هناك إغلاق لميناء قصر الآن بحسب مصادر رسمية عاد العمل في هذا الميناء بشكل كبير والموظفون في هذه الميناء توجهوا إلى مراكز أعمالهم منفذ الشلامشة البري الذي يربط العراق بإيران تم إغلاقه بسبب حركة التظاهرات التي تجري على الجانب الإيراني من الحدود وليس على الجانب العراقي في هذه المحافظة في البصرة هناك تجمع المتظاهرين في مناطق متفرقة وأيضا دعوات للاحتجاج يوم غد للطلاب في هذه المحافظة ونفس الدعوات تتواجد في العراق وفي البصرة والناصرية وكذلك محافظة النجف أشكرك جزيل شكر مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر